موسيقى عبدالله شقرون من مواليد خامس غشت 1984 مدينة تطوان الأسرة ميسورات الحال دخل عبدالله من الكتاب أو المسيد لكساعتك الراود لكساعتك الإعدادي وبالضبط سنتصير إعدادي جرب عبدالله فيها طعم الرسول لأول مرة لأنه مر بمرحلة اكتمال النفسي أو مرحلة المراهقة وكان هو الشاعر دي القسم فكان هو الشاعر دي القسم ومن جد دوجد ومن زرها حسد رغم أن عبدالله الأخلاق دياله العالية اللي كانت وكان ما كيبغيش أنه يشاطر أصدقاء دياله في الأفكار ديال المراهقة دياله أنه يصحوا مع البنات وما إلى ذلك ولكن لأنه كان عنده واحد المبدأ كان عنده أخوة البنات وكيقول أصحابه أنا ما بغيش نضحك على بنات الناس كيفما مخصني شي واحد يضحك لأخوتي البنات لأنه كما تدينه تدن وكما قلت لكم عبدالله جرب طعم الروس بي أول مرة في حياته في السنة هذه وهذا السبب اللي جعله أنه يصار أحرصه أنا شنو باغي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كل الميسر اللي ما خلق له واسترجاع الذكريات ديال الطفولة من اللي كان باقي صغير هو شنو باغي هو شنو باغي يكمل قرية دياله ولا شنو من اللوعب اللي كانو كي يعجبوها في الطفولة دياله وبالفعل تذكر أنه كان كي يعجبو يلعب السيارة الكهربائية ونهار اللوي كي لعب بها نهار الثاني كي فتخة فقرر على أنه معي كممش الدراسة وهذه مسألة لي هي مهما واحد درجة كبيرة بزاف مصارحة الدات أنا بحث الموهبة ديالي في داتي ونمشي أن التوجه الدراسي اللي غادي ينصب فيه راحتي لأن نفاه غادي ينصب تميز ديالي وغادي ينصب الراحة ديالي النفسية والعملية في المستقبل إن شاء الله رب العالمين وهنا يا عبدالله من بعد ما صارح رأسه ستطر رسالة له في الحياة ادخن تكوين مهاني التخصص ديال ميكانيك السيارة وانتهج منهجية التعلم أنه مبقش كي يكتفي بالدروس داخل المدرسة فقط بالميهني ولكن كان ينتهج منهجية التعلم أنه يبحث على المعلومة ويفتشع لها ويبغي أنه يقتنيها بأي ثماني إن كان وبالفعل أنه ودرس محركة ديال السيارات ودرس من بعده من محركة ديالطائرات مبتداء من تيربو ريكتور حتى ستطور ريكتور ديالطائرة ديال الف 16 والف 118 وزا تكمل حتى المحركة ديال بواخر واللي جوا سهلين وإنها يا عبد الله انطلقت البداية ديالو مع المجال ديال الاختراع بأنه صادف واحد النهار محرك ديال دكتور فليكس وانكل فقال شنوى الفرق اللي بيني وبين هاد ألماني هادا وشعنا مغربي هو ألماني؟ لا أنا أكثر منو لأنني عندي تاريخ من ضمن تاريخ ديالي أنا عباس بنو فرناس اللي فكر في طياران قبل أخا وانرايت بألف سنة وهذه مسألة مهمة واحد دراجة بالساف كم بنا كان عارفوا على أن كان ثلاثة ديالأسباب كان أضطر في بناء شخصية كل واحد فينا أولا أول سبب أو أول عامل ألو هو العامل الجيني أو الوراثي لا ديالين شنو ورطي أجدال ديالك وإحنا هلنا واحد تاريخ يعني أوفر ما يكون من العلماء وأوفر ما يكون كفانة أن أول جامعة صنعت في التاريخ أو تم بنائها في التاريخ كانت بالمغرب وبنتها فاطمة الفهرية هذه المرأة التي صنعت التاريخ تاريخ الكليات وتاريخ المدارس العلية التي نراها الآن العامل الأول العامل الجيني أو الوراثي العامل الأسري والعامل البيئي هذه ثلاثة عوامل تؤثر في كل فيه فكرة الاختراع لأول مرة كانت كتحدي لماذا؟ لأن عبد الله من اللي كان بدأ درس محركة ديال السيارات محركة ديال البواخر محركات ديال الطائرات بدك يقول أنه عارف كل شيء وكان باقي ما عارفش العلم بحرن لشواطئ ألا فتصادف واحد النهار مع المحرك ديال دكتور فليكس وانكل هاد المحرك هادا اللي عنده سيستيم دوغوتاسيون ديغيكت واللي كان عبد الله عمره ما شافوه فكان كتحدي عبد الله بالاستخار دياله بالتاريخ اللي عنده ديال أجداد دياله وديال بلاده بغى أنه يكون أحسن من ديك الألماني هاداك وكل واحد فينا قادر على أنه باستثمار ديال مواهب اللي عنده وبمصارحة ديال الدات أنه يكون أحسن من عبد الله شكرون ويكون أحسن من أكبر العلماء المخترعين في العالم وكان أول اختراع في الحياة ديال عبد الله شكرون ألا وهو المحرك الدوار المدور مربع أو موتوغوتاتيف غوتوغكاغي هاد المحرك هادا أو هاد الاختراع هادا الفكرة الأولى دياله بقي كانت تذكر أنها جت في ماي شهر ماي ألفين وإثنان يعني كانت في العمر ديال عبد الله تمنتاشر عام وهذا المحرك هادا أول ما اختراعوا عبد الله اختراعوا كي يخدم بالهواء بالهواء المضغوط من بعد قال هادا استراتيجية أو رؤية مستقبلية للتطور التكنولوجي باقي الوقت دياله نديروا واحنا يا عبد المصافي ولكن ما يكون سماشي فقال هادا باقي نديروا عبد الديزيل ولكن يكون يعني اقتصادي أو كي يجمع بين القوة والسرعة والاقتصاد في معادلة ميكانيكية واحدة وبالفعل كانت الانطلاقة وبدأ عبد الله في المصار ديال الاختراع وعلى المحرك هادا اللي هو كيصلح من طائرات العاملية وكيصلح تنى السيارات والبواخر بالتغير بعض القواعد الميكانيكية قدر عبد الله انه يحصل على البراءة دي الاختراع دياله وطنيا سنة 2005 وتصنف من طرف المنظمة الدولية الملكية الفكرية بجونيف لويبو تصنف المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا في تلك اللائحة سنة 2005 القطار لهذا الاختراع هذا انه تصنف من ضمن من خلاله تصنف عبد الله من ضمن المصممين الدوليين وباش تكون من ضمن المصممين الدوليين هذا الشيء يعني صعب ونادر جدا عدد الاختراعات هو 37 اختراعات 37 اختراع تنوعت بين اختراعات ميكانيكية واختراعات مدنية واختراعات عسكرية واختراعات طبية اول وهكا هو المحرك الدور مدور مربع اللي يخدم بالديزل واخر وهكا هو الهاتف المحمول الموصل للرائحة لان عبد الله ما عندهش ميكانيك فقط لا بل عنده صفة من صفات الاجداد الوهي الموسوعية وهنايا باش نذكره الصفات دي المخترعين الصفات دي المخترعين اولا عدم الاعتراف بالمستحيل ثانيا اتقى بالنفس ولكن ليس اي اتقى بالنفس اتقى بالنفس التي يخاف منها الشك وتخاف هي من الغرور وثالثا الموسوعية لان كلمة المخترع تعني المخ ويعني الدماغ وترع كأس ترع بالماء أي كأس ممتلئ عن آخره بالماء يعني الدماغ الممتلئ عن آخره بايش بمعلومات التقاف العالم عبدالله قبل ما يكون مخترع هو كان ممارس لرياضة كاراتي فهو حاصل على حزم أسود في رياضة كاراتي يعني عنا العقب السليم في جسم السليم والاهتمامات الأخرى هي الاهتمامات علمية محضة يريد عبدالله أن يرتقي أو أن يضم في جعبته كل العلوم ولو بمعلومات بسيطة لكي يستعد للمستقبل للمستقبل الذي نتنبأ أو نسمع من خلاله الآن من خلال بعض الصدى من خلاله أولاً النانو تكنولوجي ونسمع بالفيمتو تكنولوجي وكلنا يجب أن يستعد طبعاً لمن له همم ففي انتظاره توجد الهتمام أما من ناحية الأنشطة المدنية والسياسية فعبدالله يعني يحاول ما أمكن داخل الحي أن يساعد وأن ينظم أو يؤسس جمعيات وهو أصلاً عضو في بعض الجمعيات في داخل مدينته مدينة تتوان أما من ناحية الأنشطة السياسية فعبدالله هو عضو عامل في حزب العدلة والتنمية بمدينة تتوان وعضو في شبيبته ولماذا اختار عبدالله شقرون أو المخترع الدولي عبدالله شقرون حزب العدلة والتنمية يعني على غيره من الأحزاب الوفيرة الموجودة اختاره لمشاركته في المبادئ فمبادئ حزب العدلة والتنمية أو حزب العدلة والتنمية هي نفس مبادئ عبدالله شقرون في حياته بالنسبة لرسالتي إلى الشباب والشباب الذي يريد عبدالله شقرون أن يكون خيراً من عبدالله شقرون أن يحب تخصصه وتوجهه العلمي والدراسي نحن في عصر لا يحتاج إلى المعلومة بل يحتاج إلى المعرفة وأن لا يكون أسمى أهداف شبابنا ألا وهو الحصول على الشهادات ولكن أن يحب العلم الذي سيحصل على شهادة تعترف له بكفاءته فيه هذه من ناحية الشباب وأن لا تكون عنده وجهة نظر أو رؤية نظر واحدة يعني الشباب دينا ما خاصوش يكون عنده وجهة نظر واحدة أو رؤية مستقبلية واحدة أنني غادي نقرأ غادي نشد الدبلوم وغادي نمشي نطالب بالوظيفة ديالي قدام بالله من لا خاصة الشباب دينا يفكر يستطمر مواهب دياله يكون يدير مشاريع خاصة دياله وهدو هم الشباب الناجحين وهم الشباب اللي كحتاجون من المغرب وكحتاجون من العالم ككل وكيف تشعليهم أما رسالتي إلى المسؤولين فأن يهتموا وأن يقدروا الرأس مال البشري الموجود بالمغرب والمختصر والمقتصر في الشباب فهذه طاقة يعني لو استغلت كما يجب سوف ترفع المغرب إلى أرفع المستويات على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي إن شاء الله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة